موسيقى مسيرة وطن مبادرة سياسية وطنية عم بيقوم فيها مجموعة من المواطنين المستقلين الحريصين على لبنان وهي أساساً نداء لكل لبنانية ولكل لبنانة للمشاركة ببناء الدولة القوية والعادلة يلي راح تودينا للوطن يلي عم نحلم فيه هدفنا خلال هاي المسيرة يلي هي أول نشاط لأنه نداء لكل اللبنانيين للمشاركة بالانتخابات النيابية بشكل فاعل وهي كمان نداء للمسؤولين في لبنان لعدم تأجيل انتخابات النيابية مرة تانية نحن اليوم بماس الجبل واصلين ماشي من بيروت انطلقنا بواحد تشرين الأول وبنشاطنا الأول عم نعمل مسيرة سيراً على الأقدام بمحيزات الحدود اللبنانية طبعاً رمزياً على أنه نوصل على صحة الشهداء عن جديد بـ 22 تشرين تانية بيوم عيد الاستقلال نحن فعلياً البرنامج اللي حاملينه هو الدستور اللبناني هو أحداث التغيير أحداث الفارق الإجابي بالممارسة عن طريق تطبيق الدستور اللبناني جايين من كافة المناطق اللبنانية تنعبر عن تعلقنا بالوطن بكافة مناطق وبلدات ومواطنية بقدون أي تمييز ولا طائفة ولا مناطق ولا بناء الدولة اللي بترتقي لمستوى الوطن اللي نحن منحبه أهلاً وسهلاً فيكم والبلد بلدكم وهذه هاللفتة لفتة ممتازة جداً والله يبارك فيكم تفوتوا على كل ضيعة وتسمعوا أنه كل ضيعة شوفي عندها هلا بتشوف أنت بهذه المناطق اللي أنت إجيت فيها أنه هذا شعبها الصابر الصامر المقاوم اللي هلأ فيها الحركة متل ما نكشيفها أنه هذه هالحركة المشجعة أنه الناس بأرضها ومعلقة بوطنها وأنه ما بتساعد بعضها وتتلاقى مع بعضها من أجل أنه وحدة كل البلد لأنه لما نميز وعد تفتكر رح تكون بعيدة عن دير الأمر ورح تكون بعيدة عن جوني ورح بعقلين ورح تكون بعيدة عن صيدة وعن بيروت أنه هذه ميز مثل كل الضيعة هن أهلنا وحبيبنا ونحن شعب واحد وليد واحدة ومصيرنا مصير واحد أهلا وسهلا فيكم هذه الضيعة ضيعتكم يا ميت أهلا وسهلا والبيوت كلها بيوتكم شكرا رئيس نحن كمسيرة وطن نفتخر بكل شبر أرض من مر فيه ومنلبس ومنتواصل مع أهله لأنهن أهلنا ونحن من كل المناطق ومن كل الطواقف وستات وشباب وكبار وصغار ومعنا أطفال وناس كبار بالعمر مثلي وجر هالرأي اللي عم تحكي عنها هو العالم اللبناني هالرأي المرفوعة لأنهن هذة كل ما فينا شعارنا وكلتنا إنه منضحي من أجله ونحن كلتنا تحت العالم اللبناني شعب ما بيحب إنه الموت بيحب الحياة هذا شعب إنه بيحب يدافع عن عرضه وعن وطنه مهما كله في الثمن والأثمان يومها كان في عنا طالب من هاو الطلاب اللي كنتوا أنتوا جيبينهم يومها بالتسعينات فكان من هاون إنه بدوا نام عند أخته فسألناه يومها إنه عمو أنت بدأ تزل عند أختك لأنه أخته نامي ببيوت تاني لأنه كل حوالي 1300 طالب ناموا كلهم بمس فهمهم طلعتوا بالسيارة وأخدتوا قلت له عمو أنت منين قال لي أنا من علاية قلت له أهلا وسهلا فيك وكل أهل علاية أنت من أي عائلة قال لي من عائلة كذا قال لي لأيك في نحن باتصعبه باتمواهره قلت له عمو أنت عارف حالك أنت وين أنت عارف حالك وين قال لي لا والله ما قالوا لي إذا بالشرقية والله بالغربية قال لي نالو عام أنت لاب الشرقية ولاب الغربية أنت بجنوب لبنان عرفت جنوب لبنان قال لي اللي بتقصفها إسرائيل هذا هو نحن هلا بنا نربي ولادنا وأجيالنا على حب الوطن والانتماء لهذا الوطن والدفاع عن هذا الوطن لأن كل ما فينها كلتنا أنه مندفع من أجل الوطن كلتنا مقاومين دفاعا عن وحدة هذا البلد ها شعب وأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة